السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد الواحد والخمسون من سلسلة روايات رجل المستحيل صم الكبرى ما الصندوق الاسود الذي تحمله طائرة تجسس مجهولة؟ من ذلك الرجل الذي يطلق عليه رجال المخابرات اسم الكبرى؟ ترى، ألنجح أدهم صابري في الحصول على الصندوق الاسود أم يسكت ضحية لصم الكبرى؟ الصندوق الاسود رفع مدير المخابرات المصرية عينيه في هدوء يتأمل رجل المخابرات الواقف أمامه بقامته الفارحة وقوامه الممشوق وكتفيه العريضتين وواجهيه الوسيم الهادئ الذي يجمع في مزيج عجيب ما بين الحزم والقوة والسخرية والاستهتار ثم أشار إلى المقعد المجاور له وقال وهو يحول عينيه عن رجل المخابرات إجليس يانون واحد هناك مهمة عاجلة تحتاج إلى رجل مثلك جلس أدهم صبري فيه هدوء وابتسم وهو يقول إنني أتشوق لذلك يا سيدي فمنذ عوداتي إلى الصفوف في الشهر الماضي لم تسند إلي أي مهام مسيرة مات مدير المخابرات شفتيه وغمغم فيه هدوء؟ مهمتك هذه المرة ستكون أكثر من مسيرة يانون واحد ثم اعتدل وشبك أصابع كفيه أمام وجهه وهو يستطرد أمس فجرا عبرت مجالنا الجوي طائرة استطلاع وتصوير مجهولة الهوي على ارتفاع شاهق وأطلقنا خلفها صواريخنا المضادة للطائرات فروغت ونورت في مهارة ونجحت في الإفلات منها ولم يكن أمام قوات الدفاع الجوية حينئذ إلا اعتراضها بطائرات مقاتلة فأصابتها وأسقطتها هقد أدهم حاجبيه وهو يغمغم؟ من أسقط من؟ غمغم مدير المخابرات في استنكار؟ طائرتنا أسقطتها بالطبع يا أدهم هل تشوق في كفاءة مقاتلين؟ هز أدهم كتفيه وقال لا بالطبع ولكنني ظننت أن هذه النتيجة تلغي وجود مهمة ما قلب مدير المخابرات كفيه وقال كان هذا هو المفروض ينون واحد ولكن الطائرة لم تسقط هنا عاد حاجبها أدهم ينعقدان في تساؤل وتابع مدير المخابرات في اهتمام بالغ حينما لحقت طائراتنا بطائرة التجسس واشتبكت معها كانت تلك الأخيرة قد وصلت إلى شاطئ الأسكندرية وعندما أصيبت أمكانها مواصلة انطلاقها بعض الوقت ولم تستطع مقاتلاتنا تعقبها نظرا لخروجها من مجالنا الجوي ولكنها لم تلبس أن اشتعلت وسقطت بعد جزر عيني وانفجرت أمام السواحل اليوغوزلافية وهوت أشلاؤها في بحر الأدرياتي سمت مدير المخابرات لحظة ولم يحاول أدهم التعليق بكلامة واحدة حتى عاد المدير يستطرد في كل الطائرات المقاتلة يوجد ما يسمى بالصندوق الأسود وهو ذلك الجهاز الذي يسجل كلما مر بالطائرة منذ انطلاقها وحتى عدتها وهذا الصندوق الأسود مقاوم لكل أنواع الانفجارات وفي حال الطائرة التجسس هذه سيحوي الصندوق الأسود كلما التقطته الطائرة من معلومات وصور عن خطوطنا الدفاعية غمغم أدهم وقد فاهم مهمته سنعصر عليه يا سيدي ابتسل مدير المخابرات لفطنة أدهم وقال لن تكون وحدك من يفعل أو من يحاول أن يأتي به ينون واحد ثم زفر في قوة قبل أن يردف في اهتمام وقلق لقد أكدت معلوماتنا أننا لم نكن أول هدف لطائرة التجسس هذه فلقد انطلقت من نقطة مجهولة لتحلق فوق الأراضي السوفيتي وإيران والعراق والجزء الشمالي من المملكة العربية السعودية ثم مصر حيث انتهت رحلتها بإسقاطنا لها وهذا يعني أن صندوقه الأسود سيحمل بالضرورة بعض المعلومات عن هذه الدول وأن بعضها لن يفرد في تلك المعلومات التي قد تضر بأمنه بدأت المهمة تأخذ أبعادا جديدة في عين أدهم وهو يغمغم في اهتمام ستكون المعركة عنيفة إذن هز مدير المخابرات رأسه وقال في اجتماع الوزراء الخارجية أمس قررت العراق والسعودية ترك هذا الأمر المخابرات هنا وعلى الجانب الآخر قررت إيران وروسيا إسناد الأمر للمخابرات السوفيتية كي جي بي ولقد اخترت روسيا لهذه المهمة أخطر وأشرص رجالها على الإطلاق ثم أرضف في لهجة تؤكد خطورة الرجل اختارت سيرجي كربوف تألقت عين أدهم في جزل وتراقصت ابتسامة شب الساخرة على شفاتيه وهو يقول الكبرى لقد قرأت عن هذا الرجل كثيرا في ملفاتنا يا سيدي ولقد تمنيت مواجهته دائما عقد مدير المخابرات حاجبيه وهو يقول إنها ليست لعبة ينون واحد فالمخابرات السوفيتية لم تطلق على سيرجي كربوف اسم الكبرى عبسا فهو يفوق تلك الحية المخيفة شراسة وقوة وهو بارد كثلوك سيبيريا التي ينتمي إليها قاسي كالفلاز قوي كالأسد حد الذكاء ابتسم أدهم وهو يقول في سخرية إنه غريب مثال يا سيدي مطى مدير المخابرات شفتيه وغمغم وهو يهز رأسه يدهش نستهتارك بمثل هذا الرجليان واحد فستعملان هذه المرة في يوغسلافيا وهو ينتمي إليها بأكثر من قومة وسيزيده هذا قوة شراسة نهد أدهم من مقعده وسأل في اهتمام ماذا تعني كلمة ستعملان هذه يا سيدي هل تراجعت مونا في استقالتها هز مدير مخابرات رأسه نفيا وقال ستعمل مع زميل هذه المرة يا أدهم وصارت في ملامح السحابة عابرة من قلق غامض وهو يستطرد الملازم خالد أحدث من انضم إلى سلك المخابرات ثم وضع يده على كتف أدهم وأرضف في لهجة عاطفية أدهشة هذا الأخير أريد منك أم تصنع منه رجل مخابرات لا يشق له غبار يا أدهم غمغم أدهم وهو يتفرص في وجه مدير المخابرات في اهتمام إنها مهمة مزدوجة إذن عقد مدير المخابرات حاجبيه وهز رأسه نفيا في قوة وهو يقول في سرامة لا إنها مهمة واحدة ستحاولان العثور على الصندوق الأسود فحزن سأله أدهم في هدوء مهما كان الثمن ارتفع حاجبة مدير المخابرات من فعال واضح ثم عادت إليه سرامات وهو يجيب نعم مهما كان الثمن ساد الصمت لحظة ثم قال أدهم في هدوء سنفعل يا سيدي بإذن الله الزميلان استنشق أدهم هواء يوجزلافيا المائل إلى البرودة في العاصمة بليجراد ثم التفت إلى الشاب الذي يجاوره والذي يستند في هدوء لصور الكورنيش الأنيق المتل على نهر الدنوب وتأمل في ملامحه للمرة الثانية في اهتمام كان في أوائل العشرينات وسيما مجعد الشعر قصيره له بشر صمراء وعينان عسليتان اللون حليق الوجه طويل القامة وممشوق القوان وكان يده هادئا كأنه لا يدري شيء عن خطورة مهمتهما مما جعل أدهم يسأله في هدوء المماثل أهي أول مهمة فعلية لك يا خالد أومأ خالد برأسه في هدوء وأجابه في بساطة نعم لقد اكتست كل الاختبارات بدرجة ممتاز وتلقيت تدريبات خاصة ومكثفة لمدة عام كامل في مدرسة المخابرات ونجحت في كل المهام المدروسة التي قمت به ولكنها أول مرة أعمل فيها على الطبيعة ابتسم أدهم وقال لقد قرأت تقاريرك كلها يا خالد وهي تبشر بمستقبل رائع في عالم المخابرات ولكن اعتدل وهي استطرت في اهتمام المهام الفعلية أمر مختلف فمن ستواجههم هذه المرة لن يكتفوا بكتابة التقارير كما كان يحدث في المهام الوهمية ولن تكون رصاصاتهم من نوع الفشنك بل إنك ستواجه رجالا لا تعرف قلوبهم الرحمة ورصاصات لن تتردد في اختراق جسدك إذا ملاحت لها منه صغرة ابتسم خالد وهو يقول هل تحاول إخافتي بذكر هؤلاء الأشرار هز أدهم رأسه نفيا وقال لا يوجد أشرار في عالم المخابرات يا خالد فالكل أخيار لأنهم يقاتلون من أجل أوطانهم ولكن الشر كد يقمن في أسلوب وطريقة القتال غمغم خالد في دجر واضح سأحاول دراسة ذلك حينما ننتهي من مهمتنا صمت أدهم لحظة وقد أثار أسلوب الملازم الشاب ضيقه ثم قال بلهجة حازمة حسنا أننا نضيع وقتنا سنذهب فورا إلى سبالت على ساحل البحر الأدرياتي فسنحتاج للغوص بحثا عن الصندوق الأسود اهتدى لخالد وقال في اهتمام هل تعتقد أن الكبرى سيلكع إلى ذلك أيضا؟ مط أدهم شفتيه وغمغم فيه هدوء ليس وحده يا خالد سنواجه جهازين المخابرات على الأقل ثم أرضف في سخرية ستكون المعركة حامية الوطيس التقت رجل مربع الواجهة عريد الفك أشكر الشعر قصيره زجاجة من الفوديكا وصب منها القليل في قوب كريستالي صغير ورفع القوب إلى عينيه الزرقى وين الضيقتين وكأنه يبعث فيه بعضا من برودتهم القاسية ثم تزوقه بشفتيه قبل أن يمطهم ويقول في برود ليست كمثيلاتها في موسكو ولكن لا بأس بها أجبه شاب نحيل تشوف لحيته الذهبية وملامحه الباردة عن أصله البلتيقي إنني أحمل لك خبرا مثيرا أيها الرافيق سيرجي أجدار إلي سيرجي كربوف عينيه الباردتين كالسلك وقال فيه هدوء عجيب دون أن تهتز خلجة واحدة في وجهه الجامد هل واصل رجل مخابرات المصري إلى هنا؟ ظهرت الدهشة على وجه الشاب بالنحيل وغمغم في حيرة نعم أيها الرافيق سيرجي لقد وصل إلى سبالت منذ دقائق وبصحبته شاب في منتصف العشرينات هل تعلم من هو رجل مخابرات المصري الذي كلفته المخابرات المصرية العصور على الصندوق الأسود؟ ارتشف سيرجي بعد الفوديكا في هدوء وقال وكأنما الأمر لا يعنيه دعني أخمن يا عزيزي أليكسندروف إن العصور على الصندوق الأسود مهمة بالغة الصعوب والتعقيد فالصندوق يرقد هنا في قرار البحر أما شاطئ سبالت والسلطات الريغوسلافية تبحث عنه في اهتمام بالغ بعد أن اتقطت أجهزتها انفجار الطائرة أمام سواحلها ونحن أيضا نبحث عنه وكذلك مخابرات تلك الدولة المجهولة التي تخصها طائرة التجسس وهذا يحيل المهمة إلى بند المهام المستحيل إذن فالرجل المناسب الوحيد لمثل هذه المهمة هو ذلك الذي انتهى كحرمة الاتحاد السوفيتي مرتين فأسقط طائراتنا في واحدة وفر من معتقل سيبيريا في الثاني وأعني به أدهم صبري هتف أليكسندروف في مزيج من الدهشة والإعجاب هي للشيطان هذا صحيح أيها رافيك سيرجي كيف تعلم كل هذا؟ لوح سيرجي بكفيه في لا مبالاه وكأن ذلك لا يحتاج إلى تفسير فعاد أليكسندروف يسأل في اهتمام هل نعمل على التخلص منه؟ ابتسم السيرجي ابتسام بالغة الخفوت عادت بعدها ملامحه إلى برودها وهو يقول يا لك من أحمق متعجل يا أليكسندروف إن أدهم صبري سيبزل أكثر جهده للعصور على الصندوق الأسود وأنا واثق من أنه سيحصل عليه فلنتركه يفعل إذن وليقاتل هو ويناور وسنكتفي نحن بمراقبةه في ضقة ونحصي أنفاسه حتى يجد الصندوق وعند إذن اكتفى بإشارة واضحة من يده تكمل عباراته فابتسم أليكسندروف وغمغم في انبهار نعم أيها الرافيق سيرجي سنتركه حتى يحوز الصندوق ثم نقتله ونحصل نحن على الصندوق الأسود هذا عظيم عظيم أيها الكبرى تطلع خالد من نافذة حجراته بالفندق إلى شاطئ سبلت ومت شفتيه وهو يغمغم في ضيق المهمة تبدو الوهلة الأولى مستحيلة يا سيادة المقدم فالشرطة اليوغزلافية تملأ الشاطئ وعمليات البحث عن حطام الطائرة لا تتوقف والتسلل عبر كل هذا النطاق مستحيل بالنسبة لأجنبيين مثلنا ثم التفت إلى حيث يجلس أدهم وأرضف في اهتمام أليس كذلك؟ ولكن حاجبيه ارتفع في دهشة وهتف يا إلهي كيف فعلت هذا؟ كان أدهم قد أبدل ملامحه في مهارة فاكتسب شعره لونا زهبيا وتألقت عيناه بلون أزرق جميل وحملت شفتيه شاربا كثا من لون نفس الشعر وابتسمه ويقول لا تفغرفك إلى هذا الحد يا خالد ضحك خالد وهو يقول بالعربية ماذا تظن أننا سنفعل؟ ابتسم أدهم وهو يقول سنغوص إلى أعمق البحر الأدريات يا زميلي العزيز وسنفعل ذلك في منتصف الليل تمام سأله خالد في اهتمام وهل تعتقد أننا سنعصر على الصندوق الأسود؟ هز أدهم كتفيه وقال في بساطة سنحاول يا زميلي العزيز ثم تألقت عيناه جذلا وهو يردف وهناك من سيقودنا إليه وراهنك على ذلك أعماق الموت إن ساب ظورك صغير على مياه البحر الأدرياتي في منتصف الليل تمام وغمغم خالد من فوقه في قلق إننا نخاطر مخاطرة كبيرة بهذا التصارف يا سياد المقدم فلو أوقفنا غفل السواحل قاطعه أدهم في هدوء وهو يثبت منظر الغوص فوق عينيه لا تقلق يا خالد إننا نبتعد كثيرا عن منطقة البحث وسنذهب إلى هناك غوصا ثم أردف وهو يثبت أستوانتي الأكسجين خلف ظهره ثم إننا لن نكون وحدنا هناك عقد خالد حاجبيه وهو يسأله إنها ثاني مرة تكرر قولك هذا يا سياد المقدم هل تعني أن سيرجي سيغوص البحث عن السندوق الأسود أيضا غمغم أدهم في هدوء لا يا خالد إنني لا أعني الكبرى بل أعني أصحاب السندوق الأسود الحقيقي إزدادنا يا قاد حاجبيه خالد وهو يغمغم ماذا تعني؟ تنهد أدهم وهو يقول إن أصحاب طائرة التجسس أيا كانوا هم أول من سيفزل الجهد للحصول عليه ولا ريب أنهم يمتازون بمعرفة مواصفاته وقد يمتلكون جهازا ما يرشدهم إليه ثم أشار اليخت صغير يبدو في صعوبة على ضوء القمر وأرضف وهذا اليخت يقف هناك منذ الصباح وعلى متنه عدد من الرجال يتظاهرون بممارسة الصيد والاسترخاء على سطحه ولكنني واثق أنهم لا يفعلون ذلك الآن أشار إلى سطح البحر وهو يستطرت في سخرية وقد نلتقي بهم هناك قال عبارته وكفز من الزورق ليغوص في أعماق البحر فهز خالد رأسه وابتسم وهو يقول يا لك من رجل وتناول مصباحا صغيرا وأحكم وضع منظر الغوص على عينيه وتبع أدهم إلى الأعماق كان الماء باردا كالثلج وأضيفت إليه تلك الرقفة التي صرت في جسد خالد وهو يحاول جاهدا لحقب أدهم في الأعماق في حين كان هذا الأخير يشق أعماق البحر في سرعة ومهارة وكأنما ولد في أعماقه مسترشدا بدوء مصباحه الخافط ومضت نصف ساعة من بحث عقيم قبل أن يشير أدهم إلى خالد يدعوه للعودة وصعد كلاهما إلى السطح وأطفأ كل منهما مصباحه ثم خمغم خالد في حنق يبدو أننا لن نعصر عليه أبدا ابتسم أدهم في هدوء وكأنما الأمر لا يعنيه وقال ليس الأمر بهذه السهولة أيها الملازم فالبحث عن صندوق صغير مثل هذا وسط مساحة مائية شاسعة كتلك كالبحث عن إبرة في قومه من القش مضت خالد شفتيه وقال سأصل إلى مرحلة الشيخوخة قبل أن نعصر عليه ضحق أدهم وكأنما أعجبه التجويه وقال إنه لن ينتظر كل هذا الوقت أيها الملازم عقد خالد حاجبيه وغمغم في ضيق أعتقد أن الأمر لا يحتمل المزحية سيادة وفجأة جذبه شيء ما من قدمه ووجد نفسه يغوز دفعة واحدة إلى الأعماق ثم غمر وجهه ضوء مصباح مائي ورأى خنجرا حادا يتجه إلى عنقه كانت هذه هي أول لحظة يواجه فيها خالد خطرا حقيقيا منذ انضمامه إلى المخابرات العامة ولكن سرعة استجابته جاءت مناسبة للغاية فقد غاص بجسده إلى الأعماق متفاديا نص للخنجر ودفع قبضته في الجسد الأسود الذي يمسك بساقه ثم قبض على المعصم الذي يمسك بالخنجر ولواه في قوة فأكبره على ترك السلاح القاتل ولم يكن الضفدع البشرية الذي يواجهه من الهواء لقد ضرب وجه خالد بمصباحه وقبض على عنقه في قوة وقطع الأنبوب الذي يمده بالهواء قام خالد في قوة ورأى على ضوء المصباح مشهدا عجيبا لقد رأى رجلين في ملابس الضفادع البشرية يحاولان جذب أدهم إلى الأعماق بعد أن انتزع منه استوانتيا الأكسوجين ولكن أدهم لوى ذراع أحدهما وجذب الآخر من عنقه في قوة وافتعد ضوء المصباح عن أدهم وغريميه حينما جذب خصم خالد هذا الأخي محاولا الغوص به إلى أعمق الأعماق ليختنق بعد أن فقد مصدر الهواء وقوم خالد في عنف ولكن نقص الهواء جعله يشعر بدوار شديد وبرأتيه تكادان تنفجران وتراخت قبضته وانتابه شعور من اليأس والسخط وفجأة تراخت ذراع الرجل حول عنقه وغمره ضوء مصباح ثاني ووجد نفسه حرا فدفع قدميه في الهواء وصعد إلى السطح بسرعة واستنشق كمية كبيرة من الهواء النقي وهو لا يصدق أنه قد نجل وارتفعت بقع الضوء إلى جواره فتحفز للقتال مرة أخرى ولكنه رأى وجه أدهم يبرز من الماء وسمعه يقول في سخرية كم هي قاسية حياة الأسماك تطلع إليه خالد في دهشة وهدف ماذا حدث؟ من هؤلاء الرجال؟ هز أدهم كتفيه وقال لست أدري أيها الملازم لقد كانوا ثلاثة من الضفادع البشرية في حزب سأله خالد في توطر كانوا مط أدهم شفتيه وقال في ضيق واضح نعم لقد أرادوا قتلنا وقتلهم كان دفاعا عن النفس ارتفع حاجبة خالد وهو يقول إذن فأنت الذي أنقصت حياتي يا إلهي لقد تغلبت وحدك على الرجال الثلاثة على الرغم من فقدك استوانتي الأكسوجين؟ أقد أدهم حاجبيه وقال حزاري أن تفخر بالقتل يا خالد فهو شيء بغيد وأنا لا ألجأ إليه إلا مضطرا ثم أرضف في صرامة المهم أننا قد تأكدنا الآن من تورط هذا اليخت في الأمر وأعتقد أننا سنذهب لزيارته وأرى هينك أنه سيقودنا إلى الصندوق الأسود في يصر اليخت أشعر رجل ضخم الجثة سيجارته في عصبية واضحة وقال في توطر وهو يتطلع إلى البحر المظلم من فوق سطح اليخت لماذا لم يعود الرجال حتى هذه اللحظة؟ قد حددنا موقع الصندوق الأسود في دقة ولم يكن أمامهم إلا الذهاب والعودة به إلى هنا أجابه آخر بالغ الطول لا تقلق يا عزيزي إنها مهمة بسيطة ونحن الوحيدون الذين يمكنهم العثور على الصندوق فلقد أضفنا إليه ذلك الجهاز الصغير الذي يطلق إشارة كل ساعة ثم ابتسمى في فخر وهو يقول هذا هو مصدر قوتنا يا صديقي إننا نستعد لكل الاحتمالات عقد الضخم حاجبيه ونفس دخان سيجاراته في عصبية وهو يقول لقد سأمت هذا العمل رفع الطويل حاجبيه في دهشة وقال ولكننا نربح منه الكثير يا صديقي ولا بأس في المقابل من بعد الخطر ألقى الضخم سيجاراته في عصبية وصاح؟ هل تسمي هذا بعض الخطر؟ هل تعلم ماذا يمكن أن يحدث؟ إذا ما انتبهت السلطة اليوكوسلافية إلى ما نفعله سنحاكم بتهمة التجسس وسيكون مصيران الإعداء امتقع وكهي الطويل وغمغ ما هو يتحسس عنقه؟ أنت متشائم يا صديقي لقد حصلنا على تصريح من السلطة اليوكوسلافية بالصيد وسيبرر هذا أي قطعه صوت ساخر يقول في هدوء هناك ما هو أخطر من السلطة اليوكوسلافية أيها الوغد التفت رجلا في الزعر ودهشة إلى مصدر الصوت فطلعهما أدهم وخالد في سياب الغوص وفي أيديهما مسدسان قويان اتسعت عينة طويل في زهول في حين شحب وجه الضخم في قوة وتراجع ووجهه يمثل الرعب بأبشع صوره كمان رأى الشيطان نفسه وابتسم أدهم في سخرية وقال قبل أن نبدأ تعاملنا أحب أن أعرف إذا ما كنا سننتهي من تفاوضنا بصورة سلمية أم أنني سأضطر لثق برأس أحدكم والتفاوض مع الآخر ظل الضخم يحدك في وجه أدهم برعب هائل في حين قال الطويل بصوت مرتجف ماذا تريد مننا أيها السيد إننا سياح مسالمون وعا كان يتحدث الإنجليزية مما جعل خالد يقول في حدة مقاطعا إياه كفى أيها الوغد إننا نضيع الوقت في مهاترات لا معنى لها نحن نعلم أنكم هنا من أجل الصندوق الأسوأ وهناك ثلاثة من رجالكم يرقودون في عمق البحر بعد أن عجزوا على العصور عليهم ظهر غضب هائل على وجه الطويل وهتف في عمق البحر شعر أدهم بالضيق لأن خالد كشف الأوراق بهذه السرعة ولكنه كتمضيقه وهو يقول والآن من منكم سيخبرنا عما نريد تراجع الضخم مزيد من الرعب حين قال الطويل في صخط أحسنتم بكشف الأوراق على هذا النحو أيها السيدان ولكنني أحب أن أخبركم أن مهمتكم فاشلة ابتسم أدهم في صخرية وهو يقول هكذا ومن يضمن لك ذلك؟ تلاشى الغضب بغضة من وجه الضخم وبركت عين الطويل في ظفر وارتفع من خلف أدهم مخالد صوت غليز يقول نحن نضمن ذلك أيها الرجل استضر أدهم مخالد في حدة وتحفز للقتال ولكنهم توقفها بغضة حينما رأي أكثر من عشرة رجال يصوبون إليهم مسدساتهم من أماكن متفرقة على سطح اليخت على نحو لا يسمح لهم بالمقاومة أبدا فرفع أدهم زراعي في هدوء وهو يقول في صخرية حسنا لقد انتصارتم في هذه الجولة وصاح الضخم فجأة محدثا الطويل أطلق النار عليهم يا جان أطلق النار عليهم فورا عقد جان حاجبيه وهو يقول في حدة مهلا يا أنتوان لابد من معرفة هويتهما أولا هاتف الضخم في طواتر بالغ لن نحتاج إلى ذلك يا جان أنهم يعملان لحساب المخابرات المصرية ارتفع حاجبيه خالد في دهشة وعقد أدم حاجبيه في تساء ولكن دهشتهما قفزت إلى ذروتها حينما استطرد الضخم في حدة وهذا العكبر سنا هو أخطر رجال المخابرات المصرية كلها بل أخطر رجال المخابرات في العالم كله ألم تعرفه أنه أدهم أدهم صابري كان وقع ذلك التصريح الذي ألقى به أنتوان كالكنبلة فقد اتسعت عين جان وارتعدت أطرافه وهو يحضر في وجه أدهم وصرت همهامة عجيبة بين الرجال العشرة وهم يصوبون أسلحتهم في الزعر إلى رجل المستحيل في حين غموا مخالد في دهشة عجبا يبدو أنك تمتلك شهرة واسعة بعكس المألوفة على من المخابرات يا سيدة المقدم أشار أدهم إلى جان وأنتوان وقال في سخرية نعم يا زميل العزيز وبالذات وسط رجال المساد عقد جان حاجبيه وغمغم في دهشة المساد ثم ابتسم ويرضف في شراسة كلا أيها الشيطان المسري لقد أخطأت تعرفنا صحيح أننا نعرفك جيدا ولكننا لننتمي إلى المساد قال أدهم في اهتمام إلى أي جهة تنتمون إذن أيها وفجأة بتر عبارته وحدق في نقطة ما خلف جان وأنتوان وهتف فيما يشبه الزهول يا إلهي ما هذا استطار رجال كلهم في صورة غريزية إلى النقطة التي يحدق فيها أدهم ثم تنبه في آل واحد إلى خدعته البسيطة حينما اصطدمت عيونهم بفراغ مظلم فعادوا بأبصارهم وأسلحتهم إلى أدهم وخالب ولكن بعد فوات الأوام لقد قفز أدهم يسارا وحطم فك أحد الرجال العشر بقبضته وهشم أنف الثاني وغاصة قدمه في معدة الثالث ورقلت الأخرى وجه الرابع وقفز خالد إلى اليمين ولكم أحد الرجال في عنقه ودهر على عقبيه ليلقم الثاني في معدته وهنا يتجل الفارق بين الرجلين فلم يكاد خالد ينتزع قبضته اليسرى من معدة الرجل الثاني حتى سمع أدهم يقول في صرامة لقد انتهى القتال أيها السادة التفت إليه خالد في دهشة وسرعا ما تحولت دهشة إلى الظهول حينما استبان له الموقف كان الرجال العشر فاقد الوعي وأدهم يصوب مسدسه إلى جان وأنتوان ألا زين ألقايا مسدسيهما وتراجع في رعب أمامه وهتف خالد في زهول يا إلهي هل هزمت ثمانية رجال بمفردك؟ لم يحاول أدهم الإجابة عن سؤاله وإنما اقترب من جان وأنتوان وسألهم في حزم مخيف جمد الدم في عرقهما صح أنتوان في رعب إنه هناك في أعماق البحر وهو يرسل إشارة منتظمة كل ساعة ولدينا هنا جهاز يلتقد إشارته ويحدد موضعه جذب أدهم إبرة مسدسه وصوابه إلى رأس جان وهو يسأل وأين هذا الجهاز؟ شحب وكي جان وقال في توطر وخوف أترك الصندوق الأسود يا مستر أدهم وسندفع لك مليون دولارا اتسم أدهم في سخرية وقال في سرامة ما رأيك في مليون رصاصة؟ إزدت الشحب وكي جان وعاد يغمغم في صوت مرتجف صدقني يا مستر أدهم منظمتنا سخية للغاية عقد أدهم حاجبي وهو يسأله منظمتكما؟ إلى أي منظمة تميان؟ جاءته الإجابة من مصدر آخر مصدر شديد البرودة كان صوت سيرجي كربوف يقول ألم تعرف بعد؟ إنهم ينتميان إلى منظمة أهضرت كرامتها أكثر من مرة أيها الرافيق أدهم منظمة اسكوربيون الروس كاديمون اتسعت عين خالد في دهشة وهو ينقلهما بين رجال المخابرات السوفيتية الذين امتلأ بهم اليخت بغته وتركز بصراه في النهاية على سيرجي كربوف الذي بدأ باردا كالثل وهو يصوب إليهم مسدسة في حين ابتسم أدهم في لمبالا وقال مرحبا بك على ظهر اليخت يا عزيزي القبرى ازددت عين سيرجي الزرقوان ضيقا وهو يغمغم في برود أرى أنك لينا يعرف الآخر جيدا أيها الرافيق أدهم هز أدهم كتفي في استهطار المسير وهو يقول لقد قرأت عنك الكثير يا لوح الثالك ثم أشار إلى جان وأمتوان اللي زين بلغ منهما الزعر مبلغه وأرضف في تهكم ولكن يبدو أنك تعرف هزين الوغدين أكثر مني لح شبح اتسام على شفتي سيرجي وقال أنني أعرف رجال سكوربيون واحدا واحدا أيها الرافيق أدهم وأحفظ صورهم عن ظهر قلب ولقد أسأت أن تختيار أسلوب التعامل معهم ثم اقترب في خطوات هادئة من جان وأمتوان ورفع مسدسه في وجهه هما وهو يستطرت في برود لقد اعترف بوجود جهاز يمكنه قيادتنا إلى الصندوق الأسود ولكنك لم تحسن إقناعهما بإعطائك إياه شحر خالد برقفة تسري في أوصاله وعقد أدم حاجي بيه حينما تحول صوت سيرجي إلى قتلة من الصرامة والحزب وهو يسأل رجلي سكوربيون أين الجهاز؟ عاد جان يقول في لهجة ضارعة مرتجفة اسمعني أيها الرافيق سيرجي ستدفع لك منظمتنا مليون دولارا لو أنك قاطعوا سيرجي في صرامة يبدو أنكم تحتاجان إلى أسلوب خاص في التعامل أيكم يعلم مكان الجهاز؟ هتف أنتوان في زعر؟ جان هو المسؤول عن ذلك أنا لا أعلم شيئا ابتسم السيرجي في برود وقال لا فائدة لك إذن وفيه هدوء شديد وبرود كالسلك أطلق رصاصة من مسدسي المزود بكاتم للصوت وجحزت عين أمطوان وتضفك الدم من ثقب مستدير في جمجمته وترنح لحظة ثم ارتطم بحاجز اليخت وسقط في البحر جثة هامد أشح خالد بوجهه فيش مئزاز في حين قال أدم في حدة إنه أسلوب خسيس أيها الكبرى أجابه سيرجي في برود هذا هو الأسلوب الوحيد للتعامل مع هؤلاء الأوغاد أيها الرافيق أدهم هتف أدهم في غضب ولكنك تطلق النار على رجال عزل هز السيرجي كتفه في لامبالاه وأضار فوهة مسدسي لجان الذي صاح في رعب لا أيها الرافيق أرجوك عاد السيرجي يسأله في صرام أين الجهاز؟ لوح جان بكفيه وهتف في صوت كالبكاء إنك لن تقتلني أليس كذلك؟ أنا الوحيد الذي يعلم أين الجهاز ولن يمكنك أن جاء جواب سيرجي على هيئة رصاصة أخرى صامتة حطمت رقبة جان الذي سقط أرضا وهو يصرخ وينوح في حين عاد السيرجي يقول في صرام هناك أكثر من وسيلة لإكبار كلب مثلك على البوح بما لديه صرخ جان في رعب وألم لا لا ها هو ذا وانتزح ساعة يده في زعر ونولها لسيرجي وهو يقول في توسل هذا هو الجهاز سيعطي إشارة بعد عشر دقائق الرحمة أرجوك شعر أدهم بعضلاته تتحفز وهو يرى الجهاز في يد سيرجي أليس تأمله في هدوء وغمغم؟ إذن فهذا هو الجهاز الخطير ثم رفع مسدسه لرأس جان وأرضف في هدوء شديد انتهت مهمتك أيها الوقت صرخ جان في رعب؟ لا لا ولكن رصاصة سيرجي أخمدت صرخته وفجرت كل الغضب والإشمئزاز في أعماق خالد فقفز نحو سيرجي وهو يصرخ إنك لن تحصل عليه أبدا مال سيرجي في مهارة متفاديا لك مدخال ثم اعتدل في سرعة وأطلق رصاص مسدسه على هذا الأخي حاول أدهم أن يقفز لحماية زميله ولكنه تلقى ضربة قوية على مؤخرة عنقه جعلته يترنح ويسكت أرضا في حين اتسعت عين خالد وشعر بألم رهيب في صدره وحاول أن يتشبس بحاجز اليخت ولكن يده أفلتت وسقط إلى أعماق البحر البارد نهد أدهم في بطء وتألقت عيناه بمزيج من الغضب والصرامة وهو يقول ستدفع سمن ذلك أيها الكبرى ابتسم سيرجي في استهتار وقال لا داعي للمكابرة أيها الرافيق أدهم لقد خسرت معركتك هذه المرة ولما فر أمامك من الاعتراف بتفوق سيرجي كربوف عقد أدم حاجبي وهو يقول أنت واخد أيها الكبرى زهر الغضب لحظة على وجه سيرجي ورفع فواهة مسدسة نحو أدهم ولكن الجهاز الصغير في راحاته أطلق أزيزا متصلا انتزعه من غضبه في هتفها في ظفر ها هو زي الجهاز الصغير يفسح عن أسراره لن تمضي دقائق ويكون الصندوق الأسود في حوزاتنا لقد انتصرت المخابرات السوفيتي هذه المرة أيها الشيطان المصري حياتي لمصر إذا كان علم المخابرات كالغابة وكان سيرجي كربوف يمتلك شرصة الكبرى وخطورتها فأدهم صبر يمتلك شجاعة الأسد والذكاء الثعلب وعناد الفهد لقد كان سيرجي يمسك في راحتي بالجهاز الصغير الذي يرشد حائزه إلى مكان الصندوق الأسود الذي يحمل من المعلومات ما يضر بأمن مصر وكان هناك خمسة عشر رجلا من المخابرات السوفيتي يصاوبون مسدساتهم إلى أدهم وأصابعهم لن تتردد في إطلاق النار عليه وكان النصر مستحيل ولكن أدهم ليس بالرجل الذي يستسلم للهزيمة مهما كانت العقبات والمعاوقات وكانت هناك عبارة دوي في أذنه عبارة تبادلها مع مدير المخابرات المصرية قبل أن ينطلق في مهمته لن يتعرض أمن مصر للخطر مهما كان الثمن وفي أعماق أدهم تردد هتاف حاسم حازم لن تدار مصر حياتي لمصر وتحرك أدهم صبري تجاهل المسدسات المصوبة إلى رأسه تجاهل الخطر الذي يحيد به تجاهل سلامته وحياته وفي سرعة مذهلة وبراع منقطعة النظير دفع أدهم مرفقه ليغوز في معنة الرجل الذي يقف خلفه ودار على عقبيه ليركل مسدسه ويلكم رجلا آخر ثم قفز عاليا متفاديا عشر رصاصات صامتة انطلقت في آن واحد وعاد يهبط على قدميه وأطلق رصاصة واحدة من المسدسة الذي يلتقطه في الهواء رصاصة أصابت الجهاز الصغير في يد سيرجي كروبوف وحطمته تماما لم تكن المعركة لتنتهي عند هذه النقطة وكان أدهم يعلم ذلك وانطلقت عدة رصاصات نحوه وأطلقه أربع رصاصات من مسدسه وأسقطت رصاصاته أربعة رجال وأصابته رصاصة في كتفه وأخرى في فغده وتاشط رصاصات الأخرى ثم أطرت رصاصة سيرجي مسدس أدهم واندفع صوته يصرخ بالروسية أريده حيا أريده أن يزوق انتقاما كبرى واندفع الأحد عشر رجل الباقي نحو أدهم ولكما هو أحدهم محطم فك الثاني ثم أطبق عليه الباقون وشعر بضربتين قويتين على رأسه ومؤخرة عنقه وحاول أن يقاوم الضوار الشديد ويواصل كتالي في بسالة ولكن جسده المنهك أبا أن يواصل وانهار تحت وطقة الضربات التي انهالت عليه في شراسة ووحشية وسقط أدهم فاقد الوعي بين أعدائه وتطلع إلي سيرجي كروبوف في صرامة وغضب وسمع أحد رجاله يقول ماذا نفعل به أيها رفيق القائد رفع سيرجي عينيه الباردتين إلى رجاله وقال في برود حازم سنصحبه معنا إلى مقارنا في بليجراد ثم أرضف في صوت يونيء عن قضبه سأجعله يدفع الثمن تحطيم الجهاز ارتجف الرجل عن رغم منه وغمغم والياخت مط سيرجي شفتيه وقال في صرامة سننسفه سننسف كل شيء وقف في طريقنا استعاد أدهم وعيه في بط وشعر بألام مبرحة في كتفه وفغزه المصابتين وحاول أن يرفع يده ليمسح بعض العرق المتصبب على جابينه ولكن يده بدت سقيلة ولم يلبس أن تبين أنها مقايدة في قوة وإحكام إلى جواره وقبل أن يفتح عينيه بدأ يدرك وضعه كان يرقد على فرش صغير قيدت إليه قدمه ويداه ودمد بعضهم جراح كتفه وفغزه وكان هناك شخص ما يقف أمامه ويحرق قدميه في عصبية واضحة وفتح أدهم عينيه وطالعه وجسر جي البارئ وهو يتطلع إليه بعينيه الزرق وين الجامدتين فابتسم أدهم ابتسامه أوضعها كل ما ساعده عليه ضعفه من سخرية وغمغم في تهكم يا إلهي أين أنا؟ أهو عرينة الكبرى؟ ما تصيرش شفتي في برود وأجاب في هدوء نعم يا شيطان المصري إنه عرينة الكبرى ألا يمكنك التوقف عن السخرية أبدا؟ إزدادت ابتسامة أدهم تهكما وهو يقول صدقني يا لوحة سالك إنني أقاوم رغبتي الشديدة في الضحيك ابتسم السرجي وكأن دعابة أدهم قد أعجبته ثم لوحة بكافيه وهو يقول في هدوء يبدو أنك لا تدرك حقيقة موقفك جيدا يا الشيطان المصري إنك هنا تحت رحمة الكبرى وأنا لن أتردد في تمزيقك إربا إذا ما أردت ذلك أطلق أدهم دحكة ساخرة قصيرة وقال يا إلهي إني أرتجف خوفا مطسرج شفتي مرة أخرى ثم جذب مقعدا وجلس الإجوار في رش أدهم وما لبهيه نحوه وهو يقول اسمع يا الشيطان المصري فقد تصرفت بحماقة وحطمت الجهاز الوحيد الذي كان يمكنه أن يقودنا إلى الصندوق الأسوأ وبذلك خسرت دولتانا فرصة إنقاذ أسرارها وأصبحت تلك تحت رحمة من يعثر ولو بالصدفة على الصندوق وجعلتني أفشل لأول مرة في حياتي ولن أخفر لك هذا غمها ما أدهم في تهكم هل ستقطع رقبتي؟ هذا السرج رأسه نفيا في هدوء وقال لو أنني أريد قتلك منتظرت حتى الآن أيها الشيطان المصري إن قتلك لن يشفي غليلي ثم عاد يميل بوكي نحو أدهم وهي استطرت في غضب إنني أهدف إلى تحطيمك تماما والقضاء على سجلك المشرف ومحو مستقبلك من عالم المخابرات والتقط من جواري محقنا يمتلق بسائل أصفر لون واختبره بالضغط عليه في هدوء فابتسم أدهم في سخرية وهو يقول هل ستحقنني بمصر الحقيقة؟ مطى سرج شفتيه وعقد حاجبيه وقال وهو يكشف ثراع أدهم بانسونا للسوديو؟ كلا يا الشيطان المصري إنها وسيلة قديمة لم تعد تقضي في أيامنا هذه فكل رجال مخابرات تقريبا يتناولون جرعة مضادة له طويلة المفعول قبل أن يخرج الواحد منهم في مهمة طوي على بعض الخطور ثم هذا كتفيه وأرضف في سخرية وبما سيفيدني ما لديك من أسرار ألم أقول لك إنني أنو تحطيمك تماما؟ أثرت كلمات سرجي قلق أدهم فكف عن سخريته وأصغى إليه في اهتمام فهين أشار سرجي إلى السائل الأصفر وهو يستطرت في صرامة هذا السائل أخطر من مصر الحقيقة يا الشيطان المصري بل أخطر من كل السموم المعروفة في هذا العالم فهو لا يقتل ولكنه يدمر تدميرا واقتره بعينيه الباردتين من عين أدهم وهو يتابع في لهجة أقرب إلى السخرية إنه الكوكايين أيها الشيطان المصري أفشع مخدر معروف في العالم ارتجف جسد أدهم على الرغم منه وهو يقول في غضب أنت وغد حقير أطلق سرجي ضحك بالغة القصر وقال ستتحول إلى مدمن بعد حقنتين من الكوكايين أيها البطل وسترك على ركبتيك طالبا للثالثة ولن تصلح بعد الرابعة للعمل في المخابرات المصري ولا حتى لبيع أوراق اليناصيب على المقاهي قال أدهم في غضب من الواضح أنك تعلم الكثير عن مصر والمصريين أيها الواغد ابتسم السرجي في هدوء وقال بالطبع يا رجل المخابرات المصري أنني أعلم أكثر مما سيتبقى في ذاكرتك بعد أن تتحول إلى مدمن بائس ثم أرضف في سخرية مريرة الوداع لحياة المخابرات أيها الشيطان المصري وغرز إبرة المحقن في زراع أدهم ودفع بالصم إلى عروقه الفصل الثاني نهاية بطل وضاع الأثر دفع مدير المخابرات المصرية التقارير التي أمامه ورفع عينيه إلى قدري يسأله في اهتمام شديد أما من أخبار جديدة يا قدري هز قدري رأسه نفيا في حزن واضح ولوح بكفيه وهو يقول لا للأسف يا سيدي لقد فقدنا أثر أدهم وخالد تماما منذ عشرة أيام وعجزنا عن العثور عليهم تماما زفر مدير المخابرات في حزن وانفعال وغمغم وماذا عن سيرجي كربوف تنهد قدري وقال إنه لم يغادر يوغوزلافيا بعد ولكن السلطة اليوغوزلافية أعلنت وقف عمليات البحث عن الصندوق الأسود دون أن تشير إلى عثورها عليه أو عدمه نهض مدير المخابرات من خلف مكتبي في توطر وعقد كفي خلف ظهري وهو يقول هل تظن أنهم قد قتل هز قدري رأسه في حزن وقال أدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون قد أصابهم مكروه يا سيدي ولكن الصحفة اليوغوزلافية تشير إلى الانفجار يخت المجهول أمام سوحل سبيلت وقد أعجزه الحزن عن إتمام عبارته ولكن مدير المخابرات فاهم ما يعنيه فأترك برأسه وغمغم في حزن فليفعل الله ما فيه الخير وليرحمنا جميعا فتح الملازم خالد عينيه في تصاقل ولكنهما لم يلبس أن اتسعت عن آخرهما وهو يحدق في وجه الرجل الواقف أمامه وفي جدران الحجرة التي يرقد داخلها وهتف في دهشة أين أنا؟ أجابه الرجل زشاري بالكث الذي يقف أمامه في هدوء تحدث اليوغوزلافية أيها الشاب أو الإنجليزية على الأقل فالأحد هنا يتحدث لغتك العربية مرت لحظة من الدهشة قبل أن يكارر خالد بالإنجليزية؟ حسنا أين أنا؟ موت الرجل شفته السفلة وأجاب في هدوء أنت هنا في مستشفى الشرطة في بيليجراد ولقد عصرنا عليك مصابا برصاصة في صدرك ومرتديا سياب الغوص على شاطئ سبيلت هناما كنا نحقق في حادث انفجار يخت المملوك لبعض السياح ولقد عصرنا أيضا على جسد ثلاث القتلى في سياب الغوص وأعتقد أنك تدين ليه بتفسير أشح خالد بوجهه وغمغم؟ لست أملك أي التفسيرات احتقن وجه الرجل وغمغم في صرامة اسمع يا فتى إننا لا نهزل أو نعبس هنا لقد اقترنا عصرنا عليك في هذه الحالة بعمليات بحثنا عن حطام طائرة مجولة انفجرت أمام سواحلنا ولو لم تقدم لنا تبريرا معقولا عن وضعك فسنوجه لك تهمة التجسس وسيكون مصيرك الإعداء قال خالد في صرامة افعل ما بدلك إنني لا أملك أي تفسيرات عقد الرجل حاجبي في شدة وصاحب ملء فيه أيها الحارس جاء الحارس إسر النداء فقال الرجل وهو ينظر إلى خالد في صرامة ضع مزيدا من الحراسة على حجرة هذا الشاب ومر الجميع بإطلاق النار مباشرة إذا ما بدرت منه أي محاولة للهرب ولدهشة خالد أجاب الحارس في سخرية أليس ذلك مبالغة في الحذر والقصوى أيها المفاتش جوزيف إصدر إليه المفاتش جوزيف في مزيج من الدهشة والغضب وصاح انتبه لكلماتك أيها الجندي الوقح وإلا وترى عباراته بختة حينما رفع الحارس مسدسه في وجهه وقال في سخرية هو إلا ماذا يا المفاتش كاد خالد يهتف من فرط الدهشة وتراجع المفاتش جوزيف في حدة وغمغم يا إلهي إنك لست الحارس الذي وفي حركة مباغة ثريعة هو الحارس المزيف مسدسه على رأس المفاتش فأخرس كلماته وأفقاده الوعي ثم تحرك في سرعة وصاب مسدسه إلى خالد الذي هتف ماذا يحدث هنا قال الحارس في صرامة ستعلم كل شيء حينما تصحبني أيها الشاب عقد خالد حاجبيه وهو يسأله في حدة إلى أين ابتسم الحارس الزائف في سخرية وقال إلى حيث ينتظرك زميلك أدهم صبري أيها الشاب إلى مركز قياد ثرفيك سيرجي كربوف باتت عين سيرجي باردتين لولا البريقة الذي التمع فيهما وهو يتطلع إلى خالد الذي وقف رافعا ذراعيه واضح الغضب أمامه وقال للحارس المزيف في هدوء هل قابلتك أي متعب يا أليكسندروف أجباه أليكسندروف في بساطة لقد كان التخلص من الحارس الأصلي متعبا بعد الشيء أيها الرفيق ولكنني أفقدت المفاتي الجوزيف وعيه بضربة واحدة وضبط المخابرات المصري هذا لم يقاوم قد ابتسم السيرجي ابتسام خفيتة وقال عجبا عهدي برجال المخابرات المصري أنهم شديدوا العناد عقد خالد حاجبي في غضب وهو يقول في صرامة أين أدهم صبري طلع إليه سيرجي لحظة في صمت وبرود ثم غمغم إذن فهذا ما جعلك تأتي دون مقاومة عاد خالد يكرر سؤاله في صرامة أين أدهم؟ أشار سيرجي في برود إلى حجرة جانبية وقال هناك اندفع خالد إلى الحجرة التي أشار إليه سيرجي غير مبالي بمسدس أليكسندروف المصوب إلى رأسه ولكنه لم يكد يفتح باباه حتى شعر بصاعقة زلزل كيانة وجحزت عيناه حتى كادت تقفزان من محجريهما وسقط قلبه بين دلوعه فهناك على أرض الحجرة جلس أدهم صبري مستندا للحائط بظهري لم يكن أدهم صبري الذي عرفه منذ عشرة أيام مضت كان صورة ممسوخة مشوهة منه وجهه شاحب مصفر نحيل وعنان غائرتان زابلتان ولحيته نامية وشعره أشعز مغبر وقميسه متسخ وسرواله مجعد كان بقايا رجل بل بقايا إنسان وقفز خالد نحوه في ألم ولوعة وأمسك كتفيه وهو يهتف في جزع ماذا أصابك أيها المقدم ماذا أصابك أدار إليه أدهم عينين زائغتين وابتسم في شحوب وهو يغمغم في صوت واهن إذن فأنت حي هذا عظيم عظيم ثم أغلق عيني في هدوء وأخذ يهمهم بكلمات غير مفهومة استطار خالد إلى سيرجي الذي يقف هادئا على باب الحجرة وصاح في صخة وألم ماذا فعلتم به؟ هز السيرجي كتفيه في لا مبالاة وقال في هدوء إنه الكوكايين قد أصبح زميلك مدمنا اتسعت عين خالد في الزعر وهتف في غضب أيها الوغد الحقير لو أنك تتصور أنني سأتركك تفعل به هذا فأنت قاطعه سيرجي في برود منه لك احمله وازهب به خارجا هدك خالد وجيه بدهشة وغمغم في حيرة ماذا؟ عاد سيرجي يهز كتفيه قائلا وهل تظن أنني أنوي الاحتفاظ به؟ لقد انتظرنا عودتك إلى وعيك بفارغ الصبر بعد أن أبلغنا صديق لنا في إدارة الشرطة عن وثورهم عليك حيا وما دمت قد حضرت فلتصحب معك هذا المدمن فهو يكلفنا مبالغ باهزة لنوفر له ذلك المخدر عاد خالد يغمغم في ألم أيها الحقير ابتسم سيرجي ابتسامة واهية وأشعل سيجارا زي رائحة نفاذة ونفس دخاني في الهواء ببطء قبل أن يقول أنتما مطلقة الصراح لقد تحطم زميلك تماما ولست أبغي شيئا منك ثم أخرج من جيبه علبة صغيرة ألقى بها إلى خالد وهو يستطرت في برود وهذه هدية الوداع كمية من الكوكايين النقي تكفي زميلك المدمن ثلاثة أيام كاملة وبعدها تتكفى المخابراتكم باحتياجاته وابتسم في زفره ويردف مع تحياتي للمخابرات المصرية محاولة إنقاذ اندفع الملحق الطبي بسفارة مصر في يوغوسلافيا إلى المنزل الذي استأجرته المخابرات العامة في بليجران وسأل خالد في اهتمام وقلق واضحين أين هو؟ لقد اتصل بنا السيد رئيس الجمهورية بنفسه من أجله أشار خالد بيدي في حزن فأسرع الطبيب المصري إلى الحجرة التي أشار إليها وتوقف لحظة ليتأمل جسد أدهم الناحل في إشفاق ثم جلس إلى جواري على طرف الفراش وسأله في عطف كيف حالك أيها المقدم؟ حاول أدهم أن يبتسم وهو يقول في أسوأ حال يا سيد الطبيب ابتسم الطبيب في إشفاق وهو يغمغم إنها ليست نهاية العالم أيها المقدم ابتسم أدهم في سخرية وهو يقول يا إلهي كنت أظنه قد انتهى منذ دفع ذلك الوغد بالسم في عروقي ثم أردف في غضب لقد حاولت مقاومة إدمان تلك السموم يا سيدي صدقني ولكن الألام كانت رهيبة حتى أنني لم أستطع احتمالها وتحق في مرارة قبل أن يردف لقد احتملت ألاما مبرحة من قبل ولكن هذه الألام تختلف إنني أشعر بالألم في كل خلية من خلايائي وفي عظامي وأحشائي إن جسدي يصرخ طالبا ذلك السم أهم الطبيب برأسه وكأنه يوافقه ثم قال في هدوء سنقاوم ذلك الشعور أيها المقدم سنحقينك بجرعات متناقصة تدريجيا من الكوكاين ونعود الفارق بمادة مضادة و قطعه أدهم في هدوء افعل ما بد لك أيها الطبيب وسأعاونك بقدر إمكان ابتسم الطبيب وهو يقول إرادتك القوية ستكون خير عون أيها المقدم أهم أدهم في وهن والتفت إلى خالد وسأله في اهتمام هل عاد ذلك الوغد السرجي إلى دولته هز خالد رأسه نفيا وقال لا يا سيدة المقدم ما زال هنا في بليجراد داقت عين أدهم وهو يقول في غضب هذا الوغد يريد مشاهدة نهاية المصرحية التي وضعه وفصوله غمغم خالد في ضيق ربما كان يبحث عن وسيلة أخرى للعصول على الصندوق الأسوأ أقد أدهم حاجبيه وقال هناك وسيلة أخرى بالطبع هتف خالد في دهشة كيف أشار أدهم بسباباته وهو يقول هل تذكر الضفاضع البشرية الثلاثة الذين قضينا عليهم لقد أشار ذلك الوغد جالي لأنهم كانوا يحملون جهاز مشابها لذلك الذي حطمته وهذا يعني أننا لو نجحنا في العصور على ذلك الجهاز فقطعه خالد ويهتف في حماس فسيمكن العصور على الصندوق الأسود يا إلهي هذا صحيح قال أدهم نعم أيها الملازم لو أننا وفجأة بطر عبارته وامتلأت ملامحي بالألم وهتف في الصخط هذا الصم العين أشح خالد بوجهه في ألم ليتفادر وإتأدم وهو يرتجف ويتأمل ويشحب ويطلب جرعة جديدة من ذلك المخادر اللعين وبينما أصل عن ملحق الطبي يجهز الجرعة غمغم خالد في صخط وألم لقد نجح ذلك الوغد السرجي لقد حطم رجل المستحيل نفس سرجي دخان سيجاره في هدوء وتألقت عينه وهو يغمغم إذن فقد أرسل الملحق الطبي أو ما أليكسندروف رأسه إجابا وقال نعم ولا ريب أنهم يحاولون إنقاذه من الإدماء هز سرجي رأسه نفيا وقال لن ينجحوا أبدا لقد كنت أعطيه مزيجا خاصة من المورفين والحوكاين ولن يمكنهم معالجته ما لم أصف لهم الجرعة تماما ضحك أليكسندروف وهو يقول إنك تحطمه تماما أيها الرفيق مطى سرجي شفتيه وقال في برود هذا جزاء كل من يتحدى الكبرى أيها الرفيق ثم اعتدل وسأله هل هناك زوار أخرون لذلك البطل المصري هز أليكسندروف رأسه نفيا وقال لا أحد يذكر باستثناء الملحق الطبي ليس هناك سوى فتاة مصرية اعتدل سرجي دفعة واحدة وسأله في اهتمام المفاجئ أهي سوداء الشعر رقيقة الملامح صغرة الجسم طلع عليه أليكسندروف في دهشة وغمغم هذا صحيح كيف تعرف كل ذلك أيها الرفيق طلقت عين سرجي ببريق شارس وهو يقول إنها رفيقته من التوفيق أيها الرفيق إنها المخلوق الوحيد في هذا الكون الذي يمكنه دفع أدهم صبر لتحطيم حاجز المستحيل ثم أرضف الوحشية أريد هذه الفتاة يا أليكسندروف أريدها بأي ثمن اختطاف أدهم كلمة واحدة نطقت بها مونة كلمة حملت كل المشاعر التي تموق في أعماقها حملت لهفتها وألمها وتوترها وحيرتها وحزنها لوعتها وجزعها وحنانها كلمة حملت أعماقها كلها إلى أذني أدهم ومشاعره وقلبه وأدهر أدهم إليها عينيه في بطء وحزن واحتواها بناظريه قبل أن يغمغم في خفوت مونة كيف حالك يا عزيزتي أصرعت مونة إليه وأمسكت كفه في حنان ويتهمس كيف حالك أنت يا أدهم ماذا أصابك فشل في أن يبتسم وهو يخفض عينيه قائلا لم أكن أتمنى رؤيتك أبدا وأنا أخذ هذه المعركة الخاسرة يا مونة هتفت في حماس إنك لن تخسر أي معركة أبدا إنك اليوم تقاتل أخطر رجل في العالم كله تقاتل نفسك يا أدهم وأنا واثق أنك ستنتصر على هذا المخدر العين وهم من ملحق الطبي في انفعال لن يمضي شهر واحد إلا ويكون قد تجاوز أزمته يا أنستي فهو يمتلك قوة إرادة مزهلة سألته مونة في لهفة ألا يمكن إنهاء الأمر في أقل من ذلك تردت الطبيب لحظة ثم قال هناك وسيلة ولكنها محفوفة بمخاطر رهيبة ألا وهي الامتناع عن المخدر دفع واحدة كسبت الإجابة انتباه أدهم فسأله في اهتمام ومن لازل تنطوي عليه هذه الوسيلة من الخطورة إذ دا تتردد الطبيب قبل أن يجيب في صوت خافت سيكون على جسدك أن يقاتل نفسه ويحاول ترويد خلاياه على التخلي عن نسبة المخدر في الدم ولم يكون ذلك بالأمر البسيط هتفت مونة وما مدى الخطورة ألقى إليها الطبيب نظرة مشفقة طويلة ثم غمغم قد تؤدي إلى مصرع هتفت مونة فيه جزع يا إلهي لم يكد صده توفيها يتلاشى حتى اتفع صوت الساخر يقول بالإنجليزية اطمئنوا يا الساد لن يشفى ضابط المخابرات المصري أبدا التفت الجميع على مصدر الصوت في دهشة فطالعهم أليكسندروف بقامته الطويلة وجهه النحيل الساخر وهو يصوب إليهم مسدسة وخلفه ثلاثة رجال يصوبون مسدساتهم إلى خالد مضت لحظة من الدهشة والتوتر قبل أن يقول أدم في غضب ماذا تريد أيها الوغد ابتسم أليكسندروف وقال في سخرية لقد أتيت لأطمئن عليك يا شيطان المصري غموا مخالد في حنق لقد كشفوا وجود نقص في حقارتهم فأرادوا تعويدة أدار أليكسندروف هو واحد مسدسة إلى رأس مونة وقال في هدوء سنصحب الفتاة معنا عقد أدم حاجبيه وهو يقول في غضب حزاري أن تمس شعر واحدة منها أيها الوغد وإلا أطلق أليكسندروف ضحكة ساخيرة عالية وقال وإلا ماذا أيها البطر السابق هل ستحطم فكي؟ قفز أدهم فجأة من فراشه ورقل مسدس أليكسندروف ثم رفع قبضته ليلكم هذا الأخير ولكن مبادرته كانت أبطأ من المألوف بفضل المخدر الذي يملأ عروقه وتفاد أليكسندروف اللكمة في بساطة ثم لكما أدهم لكمة قوية ألقت به على الفراش وعاد يلتقط مسدسي في بساطة وهو يقول هيبدو أنك لم تدرك بعد حقيقة وضعك أيها البطل السابق اللي قد انتهى عهد بطولتك لقد أصبحت مدمنا ولا يوجد بطل واحد في التاريخ كله يدمن المخدرات صح اطمون في غضب ستدفعون ثمن ذلك وبسرعة ضر خالد على عقبيه ولكم أحد الرجال الثلاثة الذين يكفون خلفه ثم انحن متفاديا لكمدى الثاني ولكن مسدس الثالث هوى على عنقه وأسقطه فاقد الوعي وهنا ابتسم أليكسندروف في سخرية وقال عنيدون هم هؤلاء المصريون ثم جذب مونة من زراعيها في قصوة وهو يردف في خشون هيا يا فتاة أرفك سيرجي يريد رؤيتك حاولت مونة أن تقاومه وقفز أدهم نحوه مرة أخرى ولكن أليكسندروف عاد يلكمه في قوة ثم دفع مونة إلى رجال الثلاثة والتفت إلى أدهم قائلا في سخرية لا تخش شيئا أيها البطل السابق سندفع ثمن زميلتك ثم ألقى إلى أدهم بعلبة من المخدر وأطلق ضحك ساخرة علي وهو يردف الوداعيها البطل السابق زل أدهم رقدا حيث أسقطته لكمة أليكسندروف حتى غادر هذا الأخير المكان مع رفاقه وهنا هتف الملحك الطبي في جزع يا إلهي لقد اختطفوه أمام عيوننا نهض أدهم في بطء وألم ومسح خيط الدم السائل من طرف شفتيه وغمغم في مزيج من الصخط والألم ألم أكل لكها إنها النهاية يا سيدي الطبيب لقد عجزت عن إنقاذ الفتاة التي أحب وهذه هي النهاية إنني لم أعد أصلح يا سيدي لقد انتهى رجل المستحيل ابتسم أليكسندروف في سخرية وقال لقد انتصرنا تماما أيها الرافق سيرجي ويمكننا الآن أن نعود إلى موسكو أجبه سيرجي في برود ليس بعد عقد أليكسندروف حاجبيه وهو يقول ولكننا فعلنا كل ما أردت أيها الرافق على الرغم من اعتراض رؤاسائنا في موسكو أنت تعلم أنهم لا يقرون هذه الوسائل وخطعوا سيرجي في صرامة أعلم أنهم يعتبرونني أقرب إلى رجال العصابات مني لرجال المخابرة ولكنهم يعترفون بقدرتي على إنجاز المهام في كفاء وهذا ما يجعلهم يتجوزون عن أساليبي وأردوها في ضيق ثم أنني أفعل ذلك من أجل الوطن تردت أليكسندروف لحظة ثم قال لا أيها الكبرى أنك تفعل هذا من أجل نفسك فالوطن لا يتغلبنا بأن نكون تغمى من الأوغات صح سيرجي في غضب كفاء أيها الرافق لا تنسى أنني قائدك ثم استعاد بروده بسرعة وهو يردف وستطيع أوامري سواء شئت أم أبيت زفر أليكسندروف يضيق وقال حسنا يا رفق سيرجي ماذا علينا أن نفعل اتسم سيرجي في الظفر وقال سنحتفظ بالفتاة وننتظر يا أليكسندروف حتى يرحل ذلك البطل السابق وحده عاد أليكسندروف يعقد حاجبيه وهو يغمغم هل تظن أنه سيتركها ويرحل تقلقت عين سيرجي في الثقة وهو يقول لقد جعلته مدمنا يا أليكسندروف ولن يفكر من الآن فصعد إلا في نفسه وأرضى في مزيج من السخرية والشمات والظفر لقد انتهى ضابط المخابرات المصري الذي فقت شهرته الآفاك يا أليكسندروف لقد انتهى البطل الفصل الثالث الإرادة قبضة الشيطان لقد رحل هتف أليكسندروف بهزيل عبارة في انفعال المنتصر وأرضفه يلمح باريك الظفر في عين سيرجي لقد رأيته بنفسي وهو يصعد للطائرة وانتظرت حتى أقلع ثم هرعت إلى هنا لأخبرك ابتسم السيرجي في برود وهو يقول كنت أعلم هذا ثم رفع عينيه لأليكسندروف وسأله في اهتمام هل التقط صورتك كم أمرتك؟ التقط أليكسندروف من جابيه صورة فتغرافية نوالها إلى سيرجي وهو يقول في حماس بالطبع يا الكبرى لقد كان مشهدا تاريخيا نستحق التسجيل ضاقت عين سيرجي وهو يتأمل الصورة في اهتمام كانت تمثل أدهم وهو يستند في ضعف إلى كتف الملحق الطبي والألم والحزن يطلان من وجهي بغزارة وهم يسعدان سلم الطائرة فافتسم السيرجي في ظفر وقال في هدوء الآن فقط يمكنني القول أننا قد انتصرنا غاموا أليكسندروف في توطر ولكننا لم نحصل على الصندوق الأسود ظهر الغضب على وجه سيرجي وقال في حدة المسريون أيضا لم يحصلوا عليه المهم أننا هزمنا بطلهم ثم أردف في فخر لقد اختطفنا زميلته منذ أسبوعين كامل وهو لم يحاول إنقاذها قد وهذا أكبر دليل على تحطمه ابتسم أليكسندروف مجاملا وقال حسنا أيها الرفيق هل يمكننا العودة إلى موسكو الآن أهم أسيرجي برأسه إجابا وقال بالطبع أيها الرفيق لقد انتهت مهمتنا انتهت بنجاح هدر أليكسندروف مكتب شركة الطيران اليوجوزلافية حاملا تذاكر الصفر وقفز داخل سيارتي الصغيرة وهو يغمغم في صخط لقد بالغ الكبرى كثيرا هذه المرة إنني أرتجف كلما تخيلت غضب الرؤساء في موسكو وامتدت يده لتدير محرك سيارته ولكنها تصمرت في طريقه وقحزت عينها في رعب وهو يحدق في مرآة السيارة فهناك على المقعد الخلفي برز فجأة وجه صارم حازم يحدقه بنظرات قاسية غضبة آخر وجه يتوقع أليكسندروف رؤيته في هذه اللحظة وهذا المكان وجه أدهم صبري أسرعت يد أليكسندروف إلى مسدسه ولكن قبضت أدهم تحرقت في سرعة مذهلة وشعر أليكسندروف بقبضة فولازية تطبق على عنقه وبقوة خارقة تنتزعه من مقعده وتلقي به على المقعد الخلفي للسيارة حاول أن يصرخ مستنجدا وقد وصل رعبه إلى الظروة ولكن قبضت أدهم هوت على فكه كالصاعق وضارت عين أليكسندروف في محجريهما وشعر بمزق الدم في فمه وبسق ثلاثا من أسنانه المحطمة وغمغم في ضيق وضراع ورعب الرحمة الر وابطلع الجزء الثاني من كلمته حينما غاصت قبضة أدهم اليسر في معدته وارتفعت اليمنى لتهشم أنفاه في قوة استبقت الدنيا بلون الدم أمام عين أليكسندروف واكتنفه دوار شديد وتضعف رعبه حتى كاد قلبه يتوقف عن النمط حينما جذبه أدهم إليه في قوة وتطلع إلى عينيه في صرامة وهو يقول في لهجة جمدت ما بقى من الدماء في عروقه ما اسم الرجل الذي يعمل لحسابكم في إدارة شرطة بيلجراد لم يتردد أليكسندروف لحظة وهو يهتف في رعب تينو المفتش تينو في الإدارة العامة عاد أدهم يسأله في صرامة مخيفة هل يعرفك شخصيا؟ أومأ أليكسندروف رأسي في رعب وهو يهتف نعم نعم ابتسم أدهم ابتسامة يفتجف لها قلب أليكسندروف وسقط بين دلوعه وهو يقول في هدوء مخيف حسنا أيها الوغد هذا يكفي ثم انفجرت قبضته كالكومبلة في وجه أليكسندروف شحب وجه المفتش تينو وهو يحضر في وجه أدهم الذي تحول بفضل براعاته المذهلة في التنقر إلى صورة طبق الأصل من أليكسندروف وهتف في صوت خافت مرتبك وهو يختلص النظر إلى زملائي في إدارة الأمن العام ماذا دهاج أيها الرافيق أليكسندروف لازم نصوه أن تأتي إلى هنا إنك تضعني في موقف بالغ الحساسية عقد أدهم حاجبيه وخرج من بين شفتيه صوت يماثل صوت أليكسندروف بدقة مدهشة وهو يقول في صوت خافي تستبغى بالغضب إنك تتقادل من مخابراتنا مبلغا باهزا يمنحنا حق طلب خدمتك في أي لحظة تطلع تينو إلى رفاقي في زعر ولوح بكفه وهو يهتف في صوت أقرب إلى الهامس حسنا حسنا أيها الرافيق أليكسندروف ماذا تطلب مني بالضبط قال أدهم في صرامة أريد أحد متعلقات الغواصين الثلاثة الذين عصرتم على جثثهم في حادث انفجار اليخت إزداد شحوب وجه تينو وهي غمغم في زعر ولكن هذا مستحيل أيها الرافيق هذه المتعلقات محرزة قطعه أدهم في حزم هل ترفض؟ جفف تينو عرقه في توطر وغمغم إنني لأملك إعطائك إياها أيها الرافيق إنها جميعها مسجلة و عاد أدهم يقاطع في حدة ومن قال أنني سأخذها إنني أريد رؤيتها في حزم هاتف تينو في ضراعة؟ حسنا أيها الرافيق ولكن اخفض صوتك أرجوك ثم أشار إلى حجرة جانبية وقال هيا إلى مكتبي وسأطلب من المعمل الجنائي إرساليها بحج دراسة القضية هل يرديك هذا؟ ابتسم الأدهم في هدوء وهو يقول نعم أيها الرافيق تينو يرديني تماما أشارت تينو إلى المتعلقات التي أحضرها المعمل الجنائي وقال في توطر ها هي ذي كل المتعلقات أيها الرافيق أليكسندروف طلقت عين أدهم في الظفر وهو يلتقط جهاز الإرشاد الصغير الذي يشبه ساعة اليد وقال بصوته الأصلي هذي تكفيني أيها الوغد ترجع تينو في ظهول وهو يحتف يا للشيطان أنك لست أليكسندروف دس أدهم الجهاز في جيب معطافه وهو يقول في هدوء بالطبع أيها الوغد أنني أكره أن أتشبه بهذا الحقير انتزع تينو مسدسه وصوابه بأصابع مرتجفة إلى أدهم وهو يقول في ظهر لقد خدعتني وفجأة ترى مسدسه إسر لكمة من قبضة أدهم التي انطلقت مرة أخرى لتغوص في معدته ثم عادت ترتفع وتنقض مرة أخرى على المكان نفسه تأوه تينو في ألم وذعر ورفع عينيه الملتاعتين إلى أدهم الذي جذبه إليه في قوبة وحضق في عينيه بحزم رهيب وهو يقول في صوت صارم قاسي أنت خائن يا تينو وأنا أكره الخونة والخيان وأريد منك أن تعلم أنني سأحطم فتحت تينو فميه ليصرخ مستنجدا ولكن قبضة أدم الفولازية أخرسته وحطمت فكيه في آن واحد ثم اعتدل أدهم وتألقت عينيه في غضب وصرام وهو يغمغم لقد اقترب موعد نزع أنيابك أيها القبرى شيطان الغضب لم يكد أن الهاتف يرتفع في منزل سيرجي حتى التقط سماعته وهتف في حدة من المتحدث وما أن أتهى صوت محدثي حتى قال في غضب ماذا أصابك يا أليكسندروف لقد اقترب منتصف الليل وأنا أنتظرك منذ الصباح أجابه أدهم منتحلا صوت أليكسندروف ولهجته هناك أمور تحتاج إلى تصفيتها قبل أن نعود إلى موسكو أيها القبرى سأحاول الانتهاء منها بسرعة وسأعود في الثانية صباحا وستنطلق طائراتنا في الفجر غمغم سيرجي في صخط حسنا إنني أنتظر ثم وضع سماعة الهاتف في حدة والصدار إلى مونة التي تجلس مقايدة على مقاعد قريب وقال في برود كفي عن البكاء يا فتاتي استنتهي متاعبك قبل فجر الغد قالت في غضب إنني أكره صوتك البغيد ووجهك الحقير ابتسم في برود وقال ستتخلصين من كل هذا قبل الفجر يا فتاتي ثم انتزع مسدسه وجذب إبرته وهو يرضف في هدوء سأحطم رأسك الجميل قبل أن نغادر هذا المنزل تمام كان المفتش جوزيف مستغرقا في نوم عميق عندما شعر بجسم معدن بارد يلتصق بجبهاته ففتح عينيه في بطء ولكنه لم يلبس أنقفز من فراشه وما لمحه تشوفه عن زهول شديد وهو يحضف في وجه أدهم الذي قال في هدوء صارم مهلا أيها المفتش سأطلق النار عند أول بادرة المقاومة هدف المفتش جوزيف في صوت المبحوح ماذا تريد إنني لا أملك شيئا ألقى إليه أدهم بورقة مطوية وهو يقول أنا أملك شيئا يهمك أيها المفتش التقط المفتش الورقة وفضها في ارتباك وتطلع في دهشة إلى الأسماء المدونة بها ثم رفع عينيه إلى أدهم وهو يقول في دهشة ما هذا أجابه أدهم في هدوء قائمة بأسماء كل عملاء الكي جي بي في بيلي جراد اتسعت عين جوزيف في زهول وعاد يتطلع إلى الورقة وهو يحتف يا إلهي كل هؤلاء ولكن كيف حصلت عليها إنها مستند بالغ الخطورة بطر عبارته بمزيد من الزهول ويتطلع إلى الحجرة الخالية ثم أسرع إلى نافذة حجرته المفتوحة ونظر إلى الطريق الخالي في دهشة قبل أن يغمغم يا إلهي لقد تبخر اختفى ثم هذا يتطلع إلى الورقة في حيرة واندفع إلى هاتفي وطلب رقم إدارة الأمن العين ولم يكاد يسمع صوت محدسه حتى قال في صوت ينوم على الاهتمام واللهفة بروس اسمعني جيدا بينها دي مستند بالغ الخطورة أريد منك أن توقز النائب العام وتطلب منه أمر اعتقال جامعي انتظر سأملك كل الأسماء وفوق الحافة الضيقة المجاورة لنافذته من الخارج ابتسم أدهم صبري وتألقت عينها في ظفر دقت ساعة الحائط في منزل سيرجي كربوف معلنة تمام الثانية صباحا فالتقى حاجباه وهو يقول في حنق لقد سأمت هذا الانتظار أين ذهب ذلك السخيف أليكسندروف أتى صوت أدهم يقول بصوت أليكسندروف ها أنا ذا أيها الرفيق في موعده تماما التفت إليه سيرجي في حدة وسأله في صرامة هل أحضرت التذاكر؟ أجابه أدم في هدوء وهو يناوله التذاكر ها هي زين التقط سيرجي التذاكر في برود وألقى عليها نظرة فحصة احتكنا بعدها وجيه وهو يقول في غضب أيها الغبي ألا تجيد الكراءة؟ لقد فاتتنا الطائرة لقد كان موعدها في الواحدة صباحا وليس الفجر أجابه أدم في برود أعلم ذلك تطلع عليه سيرجي في دهشة ثم هتف في غضب كيف تجرؤ؟ قطعه أدم في برود هناك ما هو أهم من الطائرة ياهو الكبرى ثم أخرج يدي من خلف ظهري وألقى بجسم أسود أمام سيرجي وهو يردف الصندوق الأسود بقل سيرجي عينيه بين أدهم والصندوق الصغير في ذهول ثم انحانا يلتقطه في لافه ويحتف كيف حصلت عليه؟ ثم أرضف في غضب لكنه فارغ أين محتوياته؟ أجابه أدهم استخدما صوته الحقيقي إنني أحتفظ بها أيها الكبرى اتسعت عينيه سيرجي في ذهول وتراجع في حدة وهو يقول هذا مستحيل مستحيل واختلق قلب مونة بين دلوعها وهي تهتف في سعادة ولهفة أدهم؟ هل أحلم؟ انتزع أدهم القناع المطاطي الرقيق الذي يحمي الوجه أليكسندروف وقال في صرامة وحزن؟ لا يا عزيزتي إنها حقيقة أنا أدهم أدهم صبري أنيابا الكبرى كان وقع المفاكئة رهيبا على سيرجي حتى أن قناع الجمود الذي يضعه على وجهه قد سقط دفعة واحدة وهو يحدق في وجه أدهم بزهول قبل أن يهتف في دهشة هذا مستحيل أن تره المدمن ثم إنك قد رحلت أشار أدهم إلى القناع المطاطي الملقى على الأرض وقال في سخري هل تعتقد أن مدمنا يمكنه صنع مثل هذا القناع أيها الوغد ثم أرتف في صرامة لقد خدعتك أيها الكبرى إن من رحل القاهرة صباح اليوم ليس إلا زميني الملازم حازم بعد أن بدلت ملامحه وصنعت منه نسخة طبك الأصل مني هتف سيرجي في حدة إنك تحاول خداعي أرهنك أنك تسنهار بعد لحظات طلبا المخدر ضغقت عين أدهم وهو يقول في صوت مخيف لا مخدر بعد الآن أيها الكبرى لقد تخلصت من سمومك؟ تماما صح سيرجي في شك؟ هذا مستحيل علاج الإدمان يستغرق شهرين على الأقل و... قطعوا أدهم في صرامة؟ هذا هو المصاري الطبيعي للعلاج أيها الوغد ولكنك أكبرتني على اتخاذ أكثر الطرق وأخطرها هنا ما اختطفت مونة اختلق قلب مونة في سعادة وتطلعت إلى أدهم في حب وامتنان وهو يستطرد لقد ألمني كثيرا أن يختطف ذلك الحقير أليكسندروف مونة أمام عيني وأنا عاجز على إنقاذها بسبب مخدرك اللعين ولقد أقسمت في هذه اللحظة أن لا تسري في دمائي نقطة واحدة منه بعد ذلك اتسعت عين سيرجي فيه دهشة في حين أرضف أدم في عزن ولقد كنت ألقحت فيه بالفعل وانهار جسدي تماما وأنا أقاوم رغبتي في هذا الصم ثم فقدت الوع وظللت كذلك يومين كاملين وشاء الله العلي القدير أن أفيق بعدهما وقد نجوت من صمك تماما أيها القبرى وتحولت لهجة أدهم إلى صلابة الفولاز وهو يردف وكان علي أن أنتقم خمغم سيرجي في شروط تنتقم أجابه أدهم في حزم وصرامة نعم أيها القبرى لقد هشمت رجلك الأول أليكسندروف وعصرت في جيب هذا الغبي على قائمة بأسماء كل رجالكم في بلجراء وبدأت بتحطيم أقواهم المفتش تينو أما الباقون فهناك حملة اعتقلات واسعة تجرى لاستياضهم الآن بقيادة المفتش جوزيف لحظة سيرجي من شدة انفعاله وهو يهتف يالا الشيطان قال أدهم في سخرية واضحة لم يكن هذا يكفيني أيها القبرى لقد نجحت أيضا في العثور على الصندوق الأسود بمعاونة ذلك الحقير تينو وانتزعت منه كل الأفلام الخاصة بانشآتكم العسكرية وخطوطنا الدفاعية وطلقت عينها ببريق ساخر وهو يردف ولقد حرست على إرسال نسخة من صور منشآتكم العسكرية إلى رؤسائك في موسكو مع تحياتي وأعتقد أن هذا سيصير جنونه هقد سيرجي حاجبي وهدف في غضب إلى موسكو ابتسم أدهم في صرامة وقال لم يكن يكفيه لتحطيمك تماما أيها الوغد وفجأة انتزع سيرجي مسدسه وصرخ وهو يطلقه نحو أدهم مادم تقد انتهيت فلنذهب إلى الجحيمة عن أيها الشيطان المصري لو أن سيرجي كربوف فحل هذا منذ أسبوع واحد فقط عندما كان أدهم صبري أسير لمخدر الكوكاين لأصب منه مقتلا في سهولة ويسر ولكن الكبرى كان يواجه هذه المرة رجلا آخر يواجه الرجل المستحيل الذي تمتلك عروقه بالغضب والثورة والرغبة في الانتقام كان يواجه قنبلة ذرية حية تحمل اسم أدهم صبري كفز أدهم جانبا في مهارة مذهلة متفادين الرصاصة القاتلة ثم غاص بكسديه إلى أسفل متفادين رصاصة أخرى وانقدق الصعيق على سيرجي كربوف وبدرب قوية أطاحه بمسدسه ثم هو بقبضته اليمنى على فك سيرجي وعقب ذلك بلكم صاحقه على أنفه وسالسة في معدته ورابعة في صدره وسقط السيرجي على رجبتيه ولوح بكفيه ويهتف في ضعف كافة كافة إنني أستسلم ثم استعاد نشاطي بخته وكفز نحو مونة وانتزع من سترتي خينجرا ماضيا وجذب مونة من شعرها في قصوة جعلتها تصرخ ألما ووضع نصد خينجريه على عنقها وهو يهتف في شراسة حذاري أيها الشيطان المصري وإلا بترتع نقاها بضربة واحدة قال أدم في غضب هادر حذاري أنت مستهى أنت أيها الوغن وإلا جعلتك تندم على اليوم الذي ولدت فيه قطلق سيرجي ضحك ساخرة علي وقال إنك لم تترك لي ما أخسره أيها الشيطان المصري طلقت عين أدم في صرامة ويقول بل هناك حياتك أيها الكبرى ارتجح العضلات وكسيرجي لحظة ثم صح في حنق إلى اللقاء أيها الشيطان المصري لن أسمح لك بالفوز في المرة القادمة وبقفزة بارعة راشيقة اخترق زوجيا النافزة المجاورة وهبط إلى حديقة المنزل وقفز أدهم يلتقط المسدسة الملقى أرضا وهو يقول لن تكون هناك مرة خادمة أيها الكبرى وقفز خلفه في إسرار كان الظلام والصنط يخيمان على الحديقة تمام ولكن أدهم كان يعلم أن سيرجي هناك في مكان ما وحبس أدهم أنفاسه وهو ينقل بصريه في أنحاء الحديقة ثم تحرك في بطء وهدوء وفجأة رأى خنجر سيرجي يندفع نحوه كفز أدهم جانبا وسمع صوت الخنجر وهو يرتطم بجدار المنزل ثم اندفع نحو سيرجي الذي غادر مكمنه خلف إحدى الأشجار وانطلق يعد نحو سياراته وقبل أن يلحق أدهم به فتح سيرجي باب السيارة والتقط من داخل مسدسا صامتا أطلق منه رصاصة نحو أدهم الذي ألقى نفسه أرضا وسمع صوت رصاصة تمرق فوق رأسه تماما ولم يكد يعتدل حتى كان سيرجي قد انطلق بسياراته في مهار ورفع أدهم مسدسي في سرعة وصابه في ضقة وهدوء إلى السيارة كانت يدوس هابتة كالفلاز واثقة في إحكام وأطلق رصاصتين لم تخطئ أيتهما هدفها أصابت الأولى إطار السيارة فانحرفت في حدة وأصابت الثانية خزان الوقود تماما ودوى انفجار هائل في ذلك الحي الهادي في بيلجران انفجار اهتزله الحي كله وتقلقت أضوائه على وجه أدهم واندلعت النيران في سيارة سيرجي وغمغم أدهم في هدوء وداعا أيها الكبرى لقد سقطت أنيابك أخيرا الختاء نهض مدير المخابرات المصرية من خلف مكتبه وصافح أدم في حرارة وهو يبتسم ابتسامة واسعة وهتف في تقدير لقد كنت رائعا هذه المرة يا أدهم لقد بهرت الملحق الطبي لسفارتنا في جوزلافيا إنه يقول إنك تمتلك أقوى إرادة رآها في حياتي كلها ابتسم أدهم في هدوءه يقول شكرا يا سيدي ولكن هذه المهمة بالذات كانت تبدو لي عجيبة فظهور رجال اسكوربيون ثم سيرجي وصلته الحقيرة في تحطيمي كل هذه الأحداث تلحقت في سرعة حتى أنني لا أذكر منها الكثير ربط مدير المخابرات على كاتفي وقال ولكنك أنجزت المهمة بنجاح واستعدت أسرارنا أو ما أدهم برأسيه وهو يقول نعم يا سيدي ولقد أصبحت أبغض المخدرات تماما وأعتقد أنه سيكون من سوء حظ من يتعامل بها أن يقع قدره في طريقي بعد تلك التجربة المريرة التي مررت بها واتمج المخابرات شفتيه وقال بالطبع يا نون واحد المخدرات هي أبشع خطر يواجه الشباب في عصرنا هذا وكلا منهم لا يدرك أنها تحطمه وتنتزع منه شبابه وحيويته وأتصور أنها نوع من أنواع المتعة كلب أدهم شفتيه في امتعاض وهو غمغم وبئس المتعة إنها قتل بطيء يا سيدي غمغم مدير المخابرات هذا صحيح يا أدهم ثم سأله في اهتمام ما رأيه في الملازم خالد هل كان صالحا للمهمة ابتسم أدهم وهو يقول بالتأكيد إنه شاب رائع وسيكون له شأن كبير في عالم المخابرات انتفخت أوداج مدير المخابرات وهو يقول إنه ابني يا أدهم ابني الأكبر ابتسم أدهم وهو يقول في هدوء أعلم ذلك يا سيدي وقد قرأت تقاريره كلها ولكنني مع ذرة لم أضع ذلك في تقييمي له ولم أحاول معملته بأي نوع من التمييز ابتسم مدير المخابرات في الفخر وقال كنت أعلم هذا يا نون وأحد ولذلك لم أخبرك به أشار أدهم بسبباتي وهو يقول إنه ممتاز يحتاج إلى قليل من الخبرة العملية ويتحول إلى رجل مستحيل آخر ثم أرضفه ويبتسم ابتسامة شاحبة ولكنني كنت أفضل العمل مع النقيب مونة لوح مدير المخابرات بكفيه وهو يقول لا بأس يا أدهم ستعملان معا في المهمة القادمة اتسعت عين أدهم وهو يحتف ولكن قاطعه مدير المخابرات وهي ابتسم في حنان أبوي لقد طلبت إلغاء استقالتها يا أدهم ووفقت أنا ارتفع حاجبة أدهم في حنان وهو يحتف في امتنان كيف أشكرك يا سيدي ابتسم مدير المخابرات وهيقول لا تشكرني يا ولدي إنها تستحق ذلك ثم أرضف في صوت حاسم أليست هي من نزعت سم الكبرى من جسد رجل المستحيل تمت بحمد الله